كابتن تاريخيا عند كل مشاركة للمنتخبات الوطنية على صعيد الفئات العمرية يصاحب هذه المشاركات المديح دائما للمنتخبات الوطنية هل هذا الشيء ممكن يكون أو هل نستطيع أن نقول أنه عاطفي أكثر للمنتخبات الشابة وللفئات العمرية هل نستطيع أن نقول هنا أنه دعم يكون للمنتخبات أم هذا واقع بأن الكلام والمديح دائما مستحق للمنتخباتنا الوطنية على صعيد الفئات العمرية ولماذا هذا المديع عند الوصول للفريق الأول وللمنتخب الأول نشاهد عكس كل ذلك والنتائج لا تكون مرضية يعني أنت بدك ترجع للمنظومة كاملة أستاذ ليث أنت صحيح قطاعات الناشئة المطلوبة منك أنك تفرق لعبين للفئات الأكبر للمنتخبات الشباب وللفريق الأول لكن هي منظومة إذا بدك توقف على أن منتخب الشباب فقط يحقق الإنجاز وبعدين هؤلاء اللعبين تبخروا منشاهدهم مش في سنوات قادمة هنا المشكلة فهنا التخطيط إذا كان التخطيط في أعلى درجاته لا بالعكس يجب أن نقف دائما خلف فرق الناشئين ومنتخبات الناشئين والأندية إنها تدعم قطاعات الناشئين لأنه هم الثروة وهم المستقبل لكن الفراغل هو التخطيط أين التخطيط هذا هو الأهم يعني إذا ما قلبنا الصفحة وقلنا المنتخب السعودي المنتخب السعودي بالفئات العمرية دائما موجود ودائما يحقق النتائج الطيبة لكن في المقابل زي ما تفضلت المنتخب الأول دائما موجود في كأس العالم المنتخب دائما موجود في البطولات الأشوية ويحقق النتائج الكبيرة سواء بالفئات العمرية أو بالفريق الأول فإذا إحنا نحقق النتائج الطيبة مش في كل المنتخبات في بعض المنتخبات وهذا يعطيك دلالة بأنه اللاعب الأردني موجود واللعب والثروة الأردنية موجود ولكن والمدرب الأردني أيضا موجود وقاد على تحقيق النتائج الطيبة لكن نحتاج إلى تخطيط بعيد المدى لثلاث سنوات لخمس سنوات قادمة هذا إن وجد ستجد كرة أردنية جيدة كابتن تخطيط لو تحدثنا عرض الواقع أكثر برأيك تخطيط أم تطوير لهذه المواهب أو اهتمام زائد يعني على سبيل المثال حققنا الفوز على المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا المنتخب الرديف استطعنا أن نحقق الفوز في النهاية وحققنا لقب بطولة غرب آسيا بقيادة الكابتن أحمد هاي كمدير فني في المشاركة القادمة في نهائيات كأس آسيا منتخب السعودي حقق كأس آسيا منتخبنا الوطن يخرج من دور المجموعات أين أحمد هايل؟ المنتخب السعودي مدرب وموجود منذ سنوات وبقي هذا المنتخب وبقي هذا المدرب وبقي أحمد هايل حتى في نهائيات كأس آسيا نعم بقي لكن مدرب زي أحمد هايل لجب أنك تحافظ عليه لسنوات وسنوات وسنوات مدرب يحقق الإنجاز مدرب يفرق اللاعبين لكن إنك تفقد الجهاز التدريب وتفقد المدرب هنا أيضا مية علامة استفهام أنا بالنسبة إلي لأنه المدرب الجيد والمدرب الوطني إذا حقق الإنجاز يجب أنك تدعمه ويجب أنك تشاهده في المنتخبات أيضا اللي هي عمالة بتحقق الإنجاز وعلى ضوءها تبني وعلى ضوءها يكون الإنجاز القادم الأكبر لكن إذا المدرب الوطني حقق إنجاز وفي الأخير تبخر المدرب إذن فيه هناك خلل فبالتالي كل الدول المتقدمة ولاحظ في كل دول العالم في آسيا في إفريقيا في أوروبا ونحن نتابع ذلك الفرق التي تحقق الإنجازات بالفئات العمرية تبقى إلى أن تصل الفريق الأول خير مثال على ذلك قطر قطر عندما حققت بطولة آسيا وعندما ذهب هذا الفريق لكأس العالم هذا المنتقب بقي معه المدرب من الفئات العمرية فبالتالي بقي هذا المدرب وهذا الفريق إلى أن وصلوا إلى الحصول على بطولة آسيا والذهاب إلى النهايات الآسوية أيضا المنتقب السعودي إضافة إلى ذلك المنتقبات الأوروبية والإفريقية فبالتالي المدرب الذي يحقق الإنجاز يجب أن نحافظ عليه وندعمه لا أن نفقده ونتباكى عليه كم تأكيد من خلح حديثك أن تكون دائما وأنت مدرب وطني نصير للمدربة الأردنية وهذا شيء يحترم ويقدر لكن اليوم إحنا خلينا نكون واقعيين اليوم متخبنا للشباب شارك نيات كأساسية ومتأملين ومتفائلين فيهم كل خير وإن شاء الله أنه يحققوا نتائج ضيء ويحققوا إنجاز أيضا غير مسبوك لكرة القدم الأردني لأنه كل الثقة فيهم وفي الجهاز الفني وحتى في الاتحاد الذي يسعى لأن يكون منتخبات الشباب والمنتخبات الوطنية على صعيد فات العمري بأفضل حال لكن اليوم إحنا حتى نكون إعلام هادف وتكون دائما رسالتنا إيجابية وما يكون متحمسين كثير أنه على الفوز نبالغ في المديح وعند الخسارة نبالغ في الانتقاد أنا اليوم منتخبنا الوطني اللي في غرب أسي حقق البطولة بقية أحمد هاي حقق أيضا بطولة غرب أسي بقية عبد الله القطط والآن إن شاء الله النتائج تكون طيبة في نهاية المطافة أنا كل هالمديح وكل هالكلام وكل هالفرح وكل هالإنجازات اللي بنتحدث عنها لكن تذهب في النهاية ولأنه نشاهد استمرارية عند المحافظ الكبيرة على صعيد المنتخب الأول منتخبنا غائب هذا الشيء تحدثت أنت وشخصت المشكلة في التخطيط لكن عرض الواقع التخطيط السليم برأيك كيف يكون حتى نحافظ على هذه الخامات هناك خلل يعني أنت كبدك تقول تخطيط سليم ونقعد سنة موسم كامل ومنعب سكرة قدم يعني هاي بتكفي أنه أنت ترجع عشر سنوات للخلف يعني أنت لما بتلعب وحكينا في الموسم كثير يعني أنت لما بتلعب موسم وكل العالم عمالها بتلعب وأنت لعبينك في بيات ولعبينك الأمور المالية عند أنديتك سيئة البنية التحتية سيئة فرق عمالها بتزيد من عدد المبارات وعمالها بتتطور في الشباب وبالفريق الأول وإحنا يعني لعبتنا في البيوت وبقى بالعكس يمكن أفضل أنديتنا الأرديني الآن ما عندهاش تكوين فريق فبالتالي هذه من المآسي لا يكفي بأنه أحمد هاي لحقق الإنجاز وما نبنيش عليه لا يكفي لأنه حكيت لك نرجع إلى عملية التخطيق مين اللي أجل موسم كامل إنه كرة القدم ما تلعبش هذه كارثة عرفت عليه الآن أنت بدك ترجع بدك عدنا لما عدنا الخطأ أيضا في هناك ضحايا كابتاً لا تشخص المشكلة أكثر لا تشوف المشكلة اليوم لا بد من العودة للأجندة السابق بالتأكيد لا بد عدنا للأجندة القرار كان خاطئ في تغيير الأجندة قبل ثلاث مواسم نعم لكن لو نشخصنا المشكلة أكثر لا تشوف المشكلة اليوم أنه عدم القدر كان في الصعيد الأول الاتحاد كرة القدم وفي الصعيد الثاني حتى أندية المحترفين ودارات الأندية غير قادرين على تنظيم بطولة أنها ممكن يتعوض من هذا الفراغ الكبير لدى اللاعب لدى المدرب لدى الحكم وممكن أكثر المستفدي من هذا القرار وريحية أكبر الإدارات التأثير بالدرجة الأولى على اللاعب على المدرب أو على الحكم وعلى الجمهورة التي ممكن هي وسيلة ترفيهية له من خلال متابعته للمباريات المشكلة للرئيسية اليوم أنه كان في خطأ عدنا عن هذا الخطأ لكن طول هذه الفترة نحن مش قادرين ننظم بطولة لأنه هناك عجز لما بنرجع ونقول للأندي صنديقة خاوية الأندي عمالها تتباكى مع اللاعبين تعال مشان الله وقع معي مخالصة وأجل أمورك يعني العملية كلها تأجيل أزمات كلها ترحيل أزمات فبالتالي فش حل حقيقي الحل الحقيقي يا أستاذ ليث أن تتدخل الدولة الحل الحقيقي أنك تسفر كل ديون الأندي الحل الحقيقي أن يكون هناك موارد ثابتة للأندي ما تقول لإحتراف ونحن نعمل بطريقة الهواء فبالتالي المشكلة كبيرة المشكلة ليست فقط في الأندي وفي قيادات الأندي المشكلة في عملية المال والتخطيط كيف سنذهب في هذا المال فبالتالي الأمور غايبة يعني وإيش ما بدك في كل المنظومة تعاني إذا كانت هذه المعاناة ولا يوجد من منقذ فنحن رح نظل محلنا يعني زي ما تفضلت اليوم بنفوز مبسوطين نفوزنا على طازكستان وممكن ننفوز على كوريا لكن أين سنذهب يمكن اللاعبين في النهاية رح يروحوا على بيوتهم الخسارة بعد إنجاز بتكون أصعب باليوم علينا كمشاهدين وعلى اللاعبين وممكن قادنا الحديث دائما عند كل حديث عن كرة القدم الوردني وشؤونها كان على صعيد منتخبات أو أندية نعود في الحديث للمربع الأول لأنه دائما الحوار بيكون هادف لمصلحة كرة القدم الأردنية بالشكل العام وممكن اليوم المتابع الأردني كان حزين على منتخبنا الوطني الرديف في مشاركته في كأس آسيا أنه هذا المنتخب شهدنا بحق بطولة غرب آسيا بأداء هجومي بأداء جميل فرحنا في تحقيق الفوز على المنتخب السعودي في نهاية غرب آسيا كنا حزين أنه نفس هذه المجموعة بقيادة الجهاز الفني أنها تغادر من دور المجموعات حزت في البال أنه هذا منتخب احنا تصورنا أنه يكون دائما بطل ودائما منافس على منصات تتوجي لذلك اليوم احنا منتخب الشباب نتمنى أنه يحقق نتائج إيجابية وما بعد نشوفه لكن ما بعد كل ذلك أنه نبني على هذا الإنجاز لكن أخذنا الحديث بالحوار وعدنا للمربع الأول كل الأمور مترابطة مع بعضها البعض بالتوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب إن شاء الله إن شاء الله يحقق نتائج إيجابية في المباريات القادمة